هذا التكليف يضع على عاتق مسؤولية أريخية كبيرة مضى أسبوعان على تكليف محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة الجديدة ولا تزال الخلافات حادة بين الكتل السياسية الرئيسية ومكوناتها حول شكل الحكومة المقبلة وتمثيل تلك الكتل فيها الأمر الذي قد تواجهه مصاعب كبيرة نظرا إلى الخلافات المستمرة يواجه السيد علاوي مشكلات كبيرة مع الاشتراطات الحادة للقوى السياسية التي تريد استعادة واستنساخ تجربة المحاصصة القديمة هناك شروط كردية يحاول تجاوزها بعد أن تم الاتفاق على تقديم مرشحين مستقلين فضلا عن أنه يرغب بعدم توزير الوزراء السابقين لكن بعض الكتل تريد فرض ذلك هناك اشتراطات أيضا من اتحاد القوى وهذه الاشتراطات ما زالت عاقبة مهمة تقف بوجه السيد علاوي يحاول خلال اليومين المقبلين أن يتجاوزها قوى سياسية وصل تمسكها بما تسميه استحقاقها في الكابينة الحكومية الجديدة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في حين يسعى فيه الأخير لتقديم حكومة يصفها بالتخصصية والمستقلة وسط شكوك من إمكانية عرضها على البرلمان خلال الأسبوع الحالي علاوي يواجه ضغوطات كبيرة من قبل الحزاب التي رشحته لهذه الفترة القصيرة ولا أعتقد أنه يستطيع أن يشكل حكومة كما هو المطلب منه كما يطلب المتظاهرون لأن ضغوطات تسمية وزراء تسمية وزارات بعينها الإبقاء على بعض الوزراء باعتبار أن أداءهم جيد كما يدعون وبالتالي هذه إشكالية كبيرة في المشهد السياسي العراقي وفي الوقت الذي تدافع فيه كتل سياسي مختلف عن موقفها مذكرة بأن رئيس الوزراء المكلف جاء بصيغة تحصصية من قبل تحالفي سائرون والفتح تبرز مواقف مقابلة من كتل أخرى تهدد بعدم التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي في حال كان وزرائها من مرشحي الكتل السياسية فراس الدليمي قناة الفلوجة بغدهت ترجمة نانسي قنقر